المركزة الدولية للمؤتمرات عبدالطيفة رحل حيث تتواصل أشغال اجتماع وزارة الخارجية العرب بداية أن نجدد الترحيب بجميع الزملاء وبالأعضاء الموقرين للوفود كافة الدول العربية الشقيقة متمنيا للجميع إقامة سعيدة مريحة ومفيدة كما أود أن أذكر على وجه الخصوص أخي وزميلي معالي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة الذي يشارك للمرة الأولى بهذه الصفة الوزرية في اجتماع جامعة الدول العربية التحذيري لقمة قادتنا لقد شهدناه أثناء هذه الأيام واستمتعنا بحكمته وحنكته وبأرائه المستنيرة ونعتبر الزميل الفاضل إضافة مرحب بها من طرف الجميع في أسرة الوزراء العرب أهلا وسهلا بكم أهلا زملائي لفاضل أمامنا نتائج المشاورات الثرية والمعمقة التي قمنا بها البارحة وصبيحة هذا اليوم وهنا كذلك أود أن أشكر الجميع أشكر الجميع على الصبر وعلى المساهمة كذلك وعلى الروح الإيجابية البناءة التي سادت مشاوراتنا وسمحت للاجتماع الوزاري بالوصول إلى نتائج توافقية وقد تسهل عمل قادتنا عندما تعرض عليهم كما نتابع في هذه الصور إذا المشاهدين الكرام تتواصل أو استئناف أشغل اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب تحضيرا للقمة العربية التي ستعقد في الفاتح والثاني من شهر نوفمبر تقطيع أن مستمر مشاهدين الكرام عبر كامل مواعدنا الإخباري وعبر هذا الفضاء الإخباري وعبر مراسلين المتواجدين بالمركز الدولي للمؤتمرات عبدالطيف رحل لمواكبة هذا الحدث الإخباري وموافاتنا طبعا وموافاتكم أيضا بكل التفاصيل المتعلقة بهذا الاجتماع بين الفينة والأخرى سنعود إلى المركز الدولي للمؤتمرات من أجل تفاصيل